عسلم اليوم بش نحكيكم على ياسمينا خضرة لسيغان دوباكداد مما هو وليد 1955 في الجزائر نحكيه على الكاتب محمد مولا سهول بما انه كان ضابط في الجيش الجزائري فانه اختار انه يكتب باسم مرته وبش ما يتصنطرش بعد سقوط صدام حسين شاب عايش في قرية كالم اسمها كفر كرم يدخلو له الجيائي امريكان بشي يلوجوا على السلاح عند الناس اللي مزلت الموالية للنظام يدخلو له الدارو ويهنوه ويهنو خاصة بوه قدام عينيه يتحول القنب لموقوته اللي هابلني في ياسمينا خضرة انسان تقول عايش معهم في العراق وهو عمره ما عايش في العراق يعني كيفاش التوصيف متع كفر كرم كيفاش يوصف لك في بغداد ولحوانة انتاعها والحركة اليومية شي من وراء العقل دايورة ذاك عليش يوصول العالمية ياسمينا خضرة اي بلاد يكتب عليها ان ديري يعايش فيها بلوس بتوصيف متع الاجي اي اي امريكا والاحديث ان ديري عاش معهم متع حرب عراق حاجة تعمل الكيف وبالنسبة لي انا قليغة بسولمو اشتركوا في القناة